كيف يلبس المرء لباس التقوى مع نفسه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله حيث ما كنت وهذا لباس التقوى مع الله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وهذا لباس التقوى مع النفس حيث ما دعتك نفسك لمعصية ووقعت في المعصية فأعمل طاعة فورا بتلك الجارحة التي عملت بها المعصية فإن الحسنة بعد السيئة تمحها أتبع السيئة الحسنة تمحها أضرب لك المثال خرجت عينك من لباس التقوى فنظرة لأمرأة لا تحل فارجع لأهلك وانظر فإن الأخيرة حسنة والأولى سيئة والأخيرة تمح الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من امرأة لا تحل له ما يعجبه فليرجع إلى أهله فلينظر فإن عندهن مثل ما عندهم فإن عند أهلك مثل في الحريم أستمعت لأغنيه مزامير محرمة افتح القرآن واستمع إن الحسنات يذهبنا السيئات تكلمت في شخص بغيبة أو نميمة ذكرته بسوء في مجلس فارجع لذلك المجلس واذكره بخير إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أنفقت مالا في حرام ارجع فأنفق مالا في سبيل الله إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين حملتك رجلاك إلى موطن معصية فاحمل نفسك على رجليك إلى موطن طاع إلبس لباس التقوى مع نفسك حيث تلزم النفس أن بعد كل معصية لا بد من طاع وهذا مجرب